اهلا بكم فقرات مساء الاخبار اهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو النهاردة الحقيقة جايب لكم خبر من عراف الزلازل عراف الزلازل ويدعى هو هولندي الجنسية الشهير بفرانك هوجر بيت الراجل ده ليه ابحاث الكبيرة وليه توقعاته مشهورة جدا فيه توقع الى حد ما الزلزال ممكن يكون فين لكن الموقع بالتحديد بيبقى صعب والدولة هنتكلم عليها النهاردة يا تركيا عراف الزلزال بيحذر من زلزال كبير قد تشهده اسطنبول خلال الاشهر السلاسة القادمة او خلال الفترة اللي جاء من 2021 وحذر عراف الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوجر بيتس من زلزال كبير تتجاوز قوته سبع درجات قد تشهده اسطنبول خلال الفترة اللي جاية من 2021 وخصوصا بعد ارتفاع النشاط الزلزالي في المنطقة وذلك بحسب ما ترجمه موقع الجسر تورك واضاف الخبير الهولندي ان الاشهر اللي جاية هتكون في غاية الاهمية بالنسبة لإسطنبول داعيا الجهات المسؤولة للتأهب واتخاذ الاحتياطات اللازمة ويلا ينبغي ان نندهش اذا ما ضرب اسطنبول خلال اشهر اللي جاية زلزال تتجاوز قوته سبع درجات لكن تحديد موقعه بدكه هو ضرب من المستحيل ولكن يمكن القول انه لن يكون بعيدا عن سالي فري او سالفري اما اعتقد يقدر الذكر ان هوجر بيتس عرف بلقب او عرف بلقب عراف الزلازل نسبة لتوقعاته السابقة اللي اصابت في معظمها وهذا واعادت صحف تركية تداول تحذيرات هوجر بيتس على نحو واسع بعدما اصاب التوقعات الاخيرة المتعلقة بارتفاع النشاط الزلزالي في اسطنبول طيب الموضوع من حيث التوقعات ده كان عرف هولندي بتوقع في الزلازل هل يوجد ما يقابله من توقعات الناس اللي متابعينها انا هقول لكم دلوقتي ميشيل حيك قال ايه عن الموضوع قال تركيا مش سبتة تركيا هتهتز اولا احداث وغليان بيخدوا اسطنبول ويصل صداها الاهل الحكم برضو قال اسطنبول بالنسبة لالة عبداللطيف قالت برضو على تركيا ستشهد تركيا المزيد من الهزات الارضية والزلازل وخصوصا في مدينة اسطنبول واخدين بالكم من الكلام ومؤخرا مايك فغالي كان محظر الموضوع مش مايك فغالي فقط ولكن كمان علي العيس بقال توقعات من الجفر الدنيالي ويأكد على نفس الموضوع ان تركيا هتشوف برضو زلازل ومايك فغالي قال بالنسبة للدول العربية حابب اقول من يحرم جيرانه من الماء سوف يغرق حيث اغلاقت تركيا الانهار عن دول الجوار عن سوريا وعن العراق وسوف يأتي زلزال مدوي يغرق تركيا وكمان جزء من العراق ويوم الاتنين مايك فغالي وعلي العيس بيتوقعوا ان سبب الزلزال ده هو ضغط السد اللي موجود في حفظ المياه من نهر الفراط على النشاط اللي نقدر نقول النشاط الاردي او الجيلوجي لدولة تركيا من الاسفل فده هيسبب بحدوث زلزال كبير جدا في اسطنبول وخصوصا تركيا ولكن طبعا احنا بنقول الفيديو ده علشان مجرد تحذير لكل اهل تركيا عن الموضوع ممكن ما يحصلش ممكن ربنا لطيف ورحيم ما يعملش اي زلزال يصيب تركيا والناس اللي موجودة برغم بان العلاقات بين الدول العربية وتركيا فيها توطر لكن احنا منتمناش الازى لأي انسان فالحقيقة ده تحذير ممكن يصح وممكن يخطئ لكن حبينا ان احنا نقوله وكمان نقول كلام العلم عن طريق عرف الزلازل الهولندي الشهير وايضا بتوقعات ليل عبداللطيف وميشيل حيك ومايك فغالي وايضا علي العيس عن الموضوع وتقدروا ترجعوا للفيديوهات الاصلية وتتأكدوا ان هم قالوا الكلام ده ولا لأ وايضا الخبر موجود على جوجل اسمه عرف الزلازل شكرا استنونا في فيديوهات اكتر ونتمنى الخير ومايبقاش اي فيه مشكلة وحشة لان الزلزال لما يكون شديد بيبقى ليه اصاره السلبية مش بس في نفس البلد لكن على الدول المجاورة ايضا نتمنى الخير للكل وفي النهاية احب اقول لكم لو انتم لسه جداد معنا ياريت تشتركوا معنا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات وايضا تعملوا شير ولايك عشان يوصل الفيديو الاكبر عدد ممكن من الناس وخصوصا اخواتنا في تركيا شكرا والى اللقاء في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار